السلام عليكم ورحمة الله اهلا ومرحبا بكم متابعين الكرام متابعي قناة بيزا بست وان التعليمية الفيديو ده حيكون عبارة عن بحسة عن السياحة للصف الرابع الابتدائي وده بناء على طلباتكم في التعليقات بالنسبة للطلاب اللي حيكتبوا البحسة على ورق لو انت معاك قوالب البحس جهزة صورتها من اي مكتبة مفيش مشاكل اكتب فيها البحس ولو انت ما عندكش قوالب البحس هتقدر تجيب ورق فولسكاب عادي خالص وتبدأ تسطره بالتشطيرة اللي قدامنا دي عنوان البحس او عنوان الموضوع بعد كده الرقم التعريفي اللي هو كود الطالب وبعد كده نسطر مربع تاني نكتب فيه المقدمة وبعد ما خلصنا المقدمة نبدأ نجيب صفحة جديدة نسطرها ونعمل فيها مربع بالشكل اللي انتوا شايفينه لاخر الصفحة ونكتب في نص السطر عناصر البحس نبدأ نجيب العناصر اللي جات لنا في البحس اللي احنا اخترناه اللي هو مفروض النهاردة بحس السياحة نجيب العنصر الاول نكتبه ونشرحه وبعد ما نخلص شرح العنصر الاول نجيب العنصر التاني نكتبه ونشرحه ثم العنصر التالت ثم الرابع وبكده احنا خلصنا الموضوع خلصنا الموضوع نفسه عشان فيه ناس بترجع تقول احنا كتبنا العناصر وشرحناها تفن الموضوع الموضوع هو ده هو ده بس بنشرح الموضوع في صورة عناصر بعد كده هنبدأ ندور على صور في أي كتاب تخص موضوع السياحة ونبدأ نقصها ونلزقها في ورق البحث بتاعنا ونكمل عناصر الموضوع عادي خالص بعد ما خلصنا شرح العناصر هنبدأ نجيب صفحة جديدة نعمل فيها مربعين المربع الأول هنكتب فيه النتائج والمربع الثاني هنبدأ نكتب فيه المصادر المصادر دي بتكون بنك المعرفة الكتاب المدرسي الصحف القومية الموسعة العلمية شوف بقى المكان اللي انت حتجيب منه المعلومات واكتبها في المصادر تعالوا بقى نعمل مع بعض مشروع عن السياحة طبعا المشروع اسمه السياحة لكن لما نجي نكتب عنوان الموضوع ماينفعش نكتب السياحة لا ده هو بقول لنا في الإرشادات اكتب عنوان جذاب يبقى ماينفعش أقول السياحة بس أنا ها أعمل عنوان أحط في كلمة السياحة السياحة مصدر هام للدخل القومي ده عنوان مصر بلد سياحي ده عنوان تاني يبقى اكتب عنوان شايك وجذاب بعد كده المربع التاني هنكتب فيه كود الطالب أو كود الطلاب لو هما مجموعة بعد كده نبدأ نسطر مربع جديد ونكتب فيه المقدمة ودي المقدمة بتاعتنا بتبقى عبارة عن ملخص للموضوع كله هنكتب فيه مقدمة عن موضوع السياحة تعتبر السياحة في مصر من أهم مصادر الدخل القومي للبلاد وعلشان مش اطول عليكم في وقت الفيديو واقفوا الفيديو وقرنتوا الموضوع أو نقولوه براحتكم تعالوا ما نشوف بعد ما كتبنا المقدمة هنعمل ايه بعد لما خلصنا المقدمة نبدأ نكتب العناصر يا جامعة بأكد تاني ان عناصر البحث لما بشرحها انا كده شرحت الموضوع اللي هو طلبه مني يبقى احنا هنكتب عناصر الموضوع ونسطر زي ما انتوا شايفين كده او زي ما ورناكم في الورق اللي فات للناس اللي هتكتب في ورقة فولسكاب هنكتب اول عنصر اهمية السياحة للدخل القومي ده اول عنصر طلبوا مننا اهمية السياحة للدخل القومي وابدأ اشرح اهمية السياحة للدخل القومي تعد مصر من اكثر الاماكن التي يسهل الوصول اليها في قارة افريقيا وهي تتصل باوروبا وامريكا الشمالية برحلات جوية منتظمة وكملوا انتوا قراءة الموضوع وده كمان تكملة لشرح العنصر بتاع اهمية السياحة للدخل القومي ده كلها تابع شرح العنصر الاول ممكن تختصر الكلام ده لكن المانع ان احنا نزود هو طبعا طالب مننا من 400 ل500 كلمة ممكن تزود عن 500 براحتك لكن ما ينفعش زي ما قلنا في الفيديو اللي فات ما ينفعش نقلل عن 400 كلمة وبعد ما خلصنا اجابة العنصر الاول نبدأ ننقل العنصر التاني اللي هو الاعثار الموجودة في مصر بالنسبة للعالم هنبدأ ننقل العنوان العنصر ونبدأ نشرحه وطبعا هو مدينا في القوالب مكانين نحط في صور واتفقنا ان احنا هنجيب الصور من اي كتاب عندنا هنقصها من الكتاب ونلزقها عادي في ورق البحث بتاعنا وللناس اللي بتعمل على ورق فولسكاب عادي برضو ارسم المربعين ولزق فيهم الصور ما فيش اي مشاكل بعد كده نشرح العنصر الاثار الموجودة في مصر بالنسبة للعالم حسب منظمته اليونسكو ان مصر تمتلك وحدها نسبة ثلثي اتنين على تلاتة من الاثار الموجودة بالنسبة للعالم وان مدينة الاكسر تمتلك الثلث من هذه الاثار وطبعا هو طالب مننا في العنصر التاني ان احنا نحسب نسبة السياح اللي انت بتحلم بها ان يزوروا مصر يبقى انا هقول ايه احلم ان يزور مصر 500 سائح من كل 1000 سائح حول العالم يعني كل 1000 سائح حول العالم انا باحلم ان يكون في منهم 500 في مصر يبقى اذا 500 على الالف بيساوي 5 على 10 بيساوي النص يعني انا باحلم ان نص السياح في العالم يزوروا مصر كمان هو طلب منك في العناصر انك تقدم مقترحات لتنشيط السياحة وتزويد هذه النسبة من السياح فحنقول ايه الاقتراحتها هي انشاء العديد من الكرة السياحية والفنادق رقم اتنين توفير الامن والامان للسياح رقم تلاتة الاهتمام بنظافة وتجميل المناطق السياحية تلاتة توفير وسال النقل والمواصلات اربعة توعية المواطنين بادابة تعامل مع السياح وبكده احنا خلصنا اجابة العنصر ده نشوف العنصر اللي بعده هو بقولك طالب منك انك تعمل دعوة باللغة الانجليزية لزيارة مكان سياحي باللغة العربية وبأحد اللغات الانجليزية فحنكتبها باللغة العربية مرة صديق العزيز اودى ان ادعوك لقضاء الاجازة الصيفية بمدينة الاقصر وزيارة وادي الملوك نبدأ نكتب نفس الكلام تاني لكن باللغة الانجليزية فحنقول ايه my dear friend I'd like to invite you to spend the summer holiday in Luxor and visit the valley of kings وطبعا لو انتو عايزين حاجات احسن من كده بالنسبة للغة الانجليزية في فيديو مخصوص للجزء الخاص للغة الانجليزية لابحاث الصف الرابع الابتدائي ارجعوا لها هتلاقوها في نهاية الفيديو او كمان حاسب لكم الرابط في صندوق الوصف اسفل الفيديو بعد كده وبكده احنا خلصنا شرح موضوع البحث في صورة عناصر نجي بقى للنتائج نتائج البحث استنتجنا ايه من البحث بتاعنا اول حاجة ان مصر غنية بالاغثار حيث ان بها ثلثي ااثار العالم تاني حاجة ان مدينة الاقصر هي اهم المدن السياحية حيث بها ثلث ااثار العالم تالت حاجة يجب علينا ان نهتم بنظافة وجمال مصر لانها مقصد للسياح رقم اربعة ضرورة الاهتمام بانشاء الفنادق وتوفير الخدمات للسياح رقم خمسة السياحة هي اهم مصادر الدخل القومي في مصر كمان انت ممكن تكتب وتستنتج حاجات كتير من البحث بتاعك وتكتبها ممكن تكتب كلام غير ده خالص براحتك بعد كده نعمل مربع الاخير ونكتب فيه المصادر المصادر بتاعتنا هتكون ايه؟ هتكون بعض المعلومات جايبينها من بنك المعرفة المصري البعض جايبينه من كتاب المدرسة ممكن تكون جايبين معلومات من الصحف القومية او صور كمان الموسوعة العلمية عندنا كمان المكتبة الرقمية وسائل التواصل الاجتماعي زي مثلا لو انت خدت معلومة من البحث اللي انا نشرته ده انت كده جايبه من على اليوتيوب بعد كده عندنا كمان دار نهضة مصر للنشر والتوزيع برضو بتنشر حاجات ممكن تاخد منها وبكده احنا خلصنا عمل البحث بتاعنا بكل سهولة بالنسبة للجزء الخاص باللغة الانجليزية خلي بالكو الكلمات ما تقلش عن 15 كلمة وممكن تزود هي من 15 ل30 كلمة ممكن تزود عن 30 لكن ما ينفعش نقلل عن 15 كلمة لو انتوا عايزين ولو انتوا عايزين جمل زيادة وكلمات زيادة هتكتبوها في الموضوع بتاعكم هسيب لكم رابط الفيديو في صندوق الوصف أسفل فيديو ده كمان هسيبه لكم في شاشة النهاية في نهاية الفيديو اضغط بس على شاشة النهاية هتظهر لك هيفتح معاك الفيديو على طول بالنسبة لباقي الموضوع المقدمة المقدمة ما تقلش عن 40 كلمة من 40 ل50 كلمة الموضوع نفسه اللي هو عناصر البحث اللي احنا بنشرحها بعد ما تخلص شرح يبقى الموضوع بتاعك ما يقلش عن 400 كلمة من 400 ل500 كلمة لكن ممكن تزود عن 500 براحتك وبكده وصلنا لنهاية حلقتنا لو عجبكو الشرح شجعونا باللايك بتاعكو والتعليقات الجميلة بتاعتكو كمان ياريت تعملوا مشاركة للفيديو مع كل اصحابكو واي حد تعرفوه في سنة رابعة محتاج مساعدة في عمل البحث ياريت تساعدوه وتبعتولو الفيديو وفي الختام احب اقولكو في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته